إذن الحضانة بقى في الشرع هي حل انفصال الزوجين بقى تقول لي ما انفصال الشرع في حل قيام الزوجين قلنا المسألة مشترك ومختلطة حل انفصال في حل انفصال بتنفصل الولاية إلى قسمين أيوة ولاية مالية وهي زي دائما على الزوج حتى مطاومة مهما كانت حالة الزوجة مادية ده شيء مقدس التلقت وعندها أولاد فعندها فيه التزامات كبيرة على الزوج اللي هي نفقة الأولاد نخطم الأول ولاية مالية وولاية ولاية مالية وولاية تربوية المالية بقى الولاية المالية دي على الرجل قولا واحدا تشمل الطعام الشراب والمسكن والكسوة والتعليم والصحة كل دي نفقات دي بتندرك تحت النفق اللي بيقدرها القاضي مجمعه وكلما تطورت الأمور وزاد الغلاء أو الطفل ارتقى إلى مرحلة أعلى تلجأ الزوجة للقاضي لكي يرفع قيمة النفقة الشهرية هذا شرع ولو الزوج مش قادر غيئة هو القاضي بيراعي القانون ينظم يعني ولا دي عملية تقدرية سلطة القاضي ما سحبتك اللي تلزم الزوجة عشان تاخد نفقة إنها تروح تجيب حقيقة داخل الزوج مفردات مرتبه إما مرتبه إما أملاكه عنده مصنع عنده عمارة بيتدر داخل ومش عارف يخبيها الحاجات دي كلها فبتقدم للقاضي هذا وهو بسلطته التقدرية يضع النفقة ولذلك النفقة تختلف من امرأة إلى أخرى في زوجة بتاخد في الشهر 3000 جنيه و5000 جنيه و10,000 جنيه وأكثر وفي زوجة بتاخد 500 جنيه اللي ينفق ذو ساعة من ساعة من ساعة كل عملية تقدرية تمام القانون لم يلزم برقب معين لا تمام دي الولاية المالية والولاية التربوية دي الراجل اللي بيعمل الولاية المالية شهريا طيب هنيجي بقى هو دلوقتي طلق الولاد يروحوا لمن في الولاية التربوية هي دي المشكلة بتاعتنا اللي احنا نتكلم الشرع بيقول إيه الأول يروحوا لمن جاية في الولاية التربوية هنا الشرع تكلم بتضرق جميل جدا من أول حتى لو اطلقت الست وابنها عنده سنة إلى ما شاء الله طيب فقال العرف والرحمة تقتضي أن الصغير إذا طلقت أمه فإنه من سن سنة إلى سبع سنوات للولد اللي هو سن التمييز وتسع سنوات للبنت اللي كان في ذلك الوقت اللي قيل فيه بذلك اللي عندها تسع سنين بتحيض نظرا للبيئة والمناخ وغير ذلك جميل يعمل إيه بقى الأم هي التي تهدهد هي التي تدلل هي التي لا ينام الطفل إلا على صدرها يشعر بالحنان وإيدها على كدفه ينام يناس يحتاج لأمي في هذا التوقيت إذا أمر للولد من سن نسانة لحد سبعة والبنت من سن نسانة لحد تسعة ده بيداش الشرع وفيه تطبيقات عملية وردت في هذا الأمر هو داك تهدفقها ولا نصده قرآنا وسنة تامة فيه قرآن وسنة هنجي للسنة هنجي للسنة طيب فين القرآن الأول في السنة طيب حصل إنه حصل طلاق ربنا قدر نفقة طيب النفقة دية هتتعطى للزوجة بمناسبة إيه؟ بمناسبة إيه؟ رعاية أولادها مهمش هي بتاخدش هي فلوس لها هي؟ بتاخد ليها حاجة اسمها أجر حاضنة لحد ما الولاد يبلغوا سن التمييز اللي هو في القانون كام وفي الشرع كام في القانون الوقت اختلفت الأمور إنه سن الرشد هو سن الانفصال للأولاد اللي كانوا محضونين عن أمهم واستقلالهم بحياتهم وهو دا 21 سنة للولد وللبنت إيه دا؟ أيوه يبدل معامل حد وحد 20 سنة؟ دا القانون الحالي دا بقى رجل محترم يفن أنا كنت عايزة أكمل لك السلسلة عشان تعرف ماذا الخلل الشديد في هذه المسألة احنا قلنا الأول قولا واحدا وباتفاق الفقهاء الطفل الرضيع حتى يبلغ سن التمييز مع أمه جبرا وده اللي حصل في قصة سيدنا عمر الشهيرة لما قابل طلقته وهي تحمل ابنه على كتفيها فاختطفه على كتفيها وحمله ومضى فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به وقال له رض إليها وليدها لأنه لسه صغير وبعدين قال له لا ريح بطنها وجسدها أطيب عنده من رحمتك ونفقتك يعني قال له هي أفضل دلوقتي في الوقت ده يموت الولد لو مرض وأمه مش جنبه بتعمله كمدات وتبئدها الحنونة وكذا ما يخفش احتمال يبقى عنده مرض شديد فالشرع راع هذا من العرف ومن النصوص ومن أفعال الصحابة واختبالك لحد كم سنة أيوة جميل جدا قلنا سبعة سبعة وتسعة ويدفع لأبيه نعم بعد كده الشرع قرر وبالذات بالنسبة ليه الزكور أنه الولد وكمان البنت اللي محتاجين خشولة الرجل مش معلق ضرب والإزاء لا الرجل يستطيع أن يراقب فيقارب أصدقاء ابنه يعرف نشاطه الخارجي بيعمل إيه في المدرسة بروح يشرف عليه كل فترة بيشوف الأجهزة اللي معاه في البيت اللي شرهاله بيعمل به إيه البنت صعيح سرها مع أمها بس بتخشى أبوها فلو تخيفها ويمشى في الشارع لو ولد زميلة في المدرسة تكلمها تقول له بابا يشوفني يتبحني مش هيتبحها ولا حاجة بس عندها نوع من الرعب والخور الخشية والاحترام للأب